ودلوقات تروحوا تغيروا هدومكم في البرطوس برطوس يعني لست قادري بيقول لك ايه يا عشكري انه يريدوا ان يعرف معنى كلمة برطوس البرطوس هو عنبر العساكر مفهوم؟ مفهوم يا ابن البرطوس في فيديو اليوم حنتعلم طريق التركيب وجهك على فيديو وتبديل الوجوه في الصور بالزكاء الاصطناعي او ما يسمى بالديب فيك زي المثال الواضح امامكم وده حيكون عن طريق نسخة جديدة كليا لاداة فيس فيوجن للزكاء الاصطناعي وهي تعمل على جوجل كولاب اوبن سورس ومجانية تماما الاداة تمتاز بانها تستطيع التعرف على اكثر من واجه في الفيديو وممكن عن طريقها انتاج فيديوهات وصور معدلة عالية الجودة ممكن ايضا من خلالها تحسين جودة الفيديو والصور وتلوينها وجعل الاشخاص تتكلم كلام مختلف في الفيديو ببعا ما تنسوش اللايك والشير لان ده بيساعدنا على تقديم محتوى افضل الاداة اللي بنتكلم عليها النهاردة اسمها فيس فيوجن ودي ممكن عن طريقها لابديل الوجه في الفيديو او في الصور الاداة دي كنا اتكلمنا سابقا عليها في القناة ولكن دي نسخة محدثة منها فيها مميزات صراحة مبهرة الاداة تعمل على جوجل كولاب مجانية تماما وممكن طبعا تشتغل على الكمبيوتر او موبايل اول خطوة هي التثبيت على جوجل كولاب اشغل اول خطوة اضغط على السهم ده وبعدين اقول لران انيواي هيبتدي ان هو يقوم بالتثبيت الخطوة دي بتحتاج من 4 ل 5 دقائق علشان تخلص ولو ظهر لكم فيها اي خطأ زي ده مافيش في اي مشكلة خلصت في 3 دقائق ونص ويطلع لك الكلمة دي installed هتشغل الخطوة التانية ما بتاخدش وقت كتير هيطلع لك في الاول العنوان ده هتسيبه وبعدين هيطلع لك العنوان اللي اخره garedo.live هتضغط عليه بتظهر معانا اداة فيس فيوجن في نافذة جديدة زي ما احنا شايفين بالشكل ده اول حاجة نقدر نعملها في اداة فيس فيوجن هو تبديل الوجه في الصور زي ما انت شايفين الاداة فيها اختيارات كتير جدا فلازم تركزوا معايا في كل الجزء اللي جايدة من الفيديو لان انا هشرح كل جزء من دول بيعمل ايه وده هيفرق معاك جدا في ان الاداة تشتغل معاك صح الفيديو او الصورة اللي انا عايز اغير فيه الوجه باستخدمه في جزء تارجت فحضغط على تارجت نفترض مثلا انا عندي صورة اليلون ماسك وعايز اغير فيها الوجه هضغط على صورة اليلون ماسك وانتظر لحد الصورة ما تظهر عندي بالكامل في جزئية تارجت ايضا بتظهر عندي في نافذة العرض اللي هي بريفيو بعدين الوجه الجديد اللي انا عايز ابدله بيبقى من خانة سورس بضغط على سورس ممكن مثلا نجرب نغير وشه والوش محمد هنيدي open ده صورة الوجه الجديد بتاعي زي ما انت شايفين في نافذة العرض غير وجه اليلون ماسك لوجه محمد هنيدي عندي بقى اختيارات تانية من frame processors دي ممكن تعالي الجودة وتنقل الصورة لمستوى تاني خالص يعني مثلا لو دوست على face enhancer هيحسن جودة الوجه فزي ما هو واضح الوجه اختلف تماما وبقى ناقي جدا ولو دوست على frame enhancer بيحسن كل الجزء اللي باقي من الصورة مع هذا الوجه بهذا الشكل كل اختيار انا بختاره من الاختيارات دي بيطلع لليه موديل خاص به يعني مثلا في حالة تحسين الوجه او face enhancer بيطلع لليها اكتر من موديل كل موديل بيفرق في الجودة يفضل طبعا ان انت في الاول تجرب الحاجات الاساسية وبعد كده تبتدي تجرب بقى الحاجات التانية لو انا عايزة نزل الصورة من شاشة العرض على طول بضغط هنا بس تبقى الجودة بتاعتها والغيلة او ممكن انزل تحت خالص وقول له start فيبتدي ان هو هيطلع لي نسخة عالية الجودة من هذه الصورة لما بيخلص في خانة output او المخرجات بادوس على الزرار ده علشان انزل الصورة النهائية لو وصينا عليها ده شكل الصورة النهائي وطبعا 36% بس يعني لو كبرت تاني زي من شايفين جودة رائعة ممكن كمان استخدم اداة face fusion اننا الون الصور الابيض وسود اعمل كده ازاي لو جينا من هنا استخدمنا صورة ابيض وسود زي صورة محمود المليجي اللي واضحة امامنا لو دوست على model frame على الرايزر او تلوين الفريم على ان الصورة تلونت معايا من منظر اللي انتو شايفينه ده ممكن كمان تحدد ان في جزء معين من الوجه انت مش عايز تبدله في الصورة يعني انا مثلا عندي جزئية الشنب دي فيها مشكلة فهاختار اختيار region ده لوحده شيل لاختيارين دول هذا الشكل وممكن احدد اي جزء في الصورة انا مش عايز ابدله يعني مثلا لو انا مش عايز اعمل تبديل للفم او المناخير او لون الجلد كل ده ادرا حدده من هنا فدي فايدة هذا الاختيار ايضا ميزة رائعة في اداة face fusion ان انا ممكن احسن جودة الصورة بدون تغيير الوجهة يعني لو انا مش حاطت اي اختيار في source وحاطت بس الصورة الاساسية بتاعت محمود المليجي في التارجت وشيلت العلامة من على face swap اختار بس تلات اختيارات دول frame enhancer وface enhancer وframe colorizer ده الشكل طبعا النهائي طبعا حاجة مختلفة تماما ممكن كمان ان انا اختار resolution اللي انا عايز بيها الصورة النهائية وبعد كده اقول له start ده شكل الصورة النهائي بعد تحسين الجودة وده شكلها بعد تغيير الوجه لوجه فريد شوقي طبعا حاجة في منتهى الجمال اداة face fusion على جوه الكولة بتقدر عن طريقها تبدل الوجه في الفيديو بتضغط على target علشان تختار الفيديو الاساسي بتاعك هنختار مثلا فيديو لاسماعيل ياسين ثم open لازم تنتظر لحد ما الفيديو بتاعك يبقى ظاهر في نفذة العرض ثم تضغط على source علشان تختار الوجه الجديد اللي انت عايز تغيره في الفيديو هناخد مثلا صورة تانية لمحمد هنيدي ثم open من اختيار reference face هختار الوجه اللي انا عايز ابدله في الفيديو طبعا حيبقى وجه اسماعيل ياسين ممكن من اختيار preview frame تختار فريم اوضح شوية للشخصية بتاعتك زي الفريم ده مثلا من على frame processors هتأكد انا مختار face swapper و face enhancer لتحسين الوجه زي ما انت شايفين الوجه اختلف تماما بقى افضل وطبعا بما ان ده جزء من فيلم ابيض واسود فانعايز الونه هختار اختيار frame colorizer زي ما انت شايفين نتيجة التلوين رائعة جدا في حالة الفيديو ما نختارش frame enhancer لان الفيديو هياخد وقت طويل جدا في المعالجة ومش هيشتغل معك اللي لو كان زمن الفيديو قصير اقل من دقيقة ممكن من الاختيار اللي احنا شايفينه ده اللي هو trim frame start و trim frame end ان انا ممكن اختار جزء معام من الفيديو يعني قص جزء من الاول وجزء تاني من الاخر لو انا حابب طبعا اختار frame debugger ده معمول فقط علشان يعلم لك على mask اللي على الوش فده هيساعدك انك تطلع نتائج افضل ازاي مثلا هنا عندي mask type عبارة عن books او مربع لو انا اخترت الاختيار اللي في النص هو بيعلم على الوش فقط فده طبعا بيديني نتائج احسن لو انا نزلت تحت وغيرت قيمة البادنج توب خليتها مسلا 17 الاقي زي ما انت شايفين من mask نزل بالقيمة اللي انا حددته من اختيار face swapper model لو اخترت model مختلف بصوا كده على الوش عامل ازاي لو جده غيرت model بقى شكل الوجه مختلف تماما فكل model من دول له طريقة مختلفة في تبديل الوجه افضل model فيهم هو end swapper اللي اخره 16 ممكن كمان لو نسبة التلوين زايدة قوي في الفيديو عن طريق الاختيار ده frame colorizer blend هقللها شوية خليها 80 ثمية مثلا هيقلل نسبة الالوان في الفيديو زبط بكل اعداداتي بنزل تحت وادوس على start ومنساش ان انا افتح نافذة جوجل colab نفسها عشان نرائب ايه اللي بيحصل كل ما بكون مختار هنا اختيارات اكتر يعني مختار face enhancer مثلا مع colorizer هياخد وقت اطول لكن لو مختار face swapper لوحده هياخد وقت اقل بكتير ولكن جودة اقل لما بيكتب لك processing to video succeed تقدر على اعداد face fusion تنزله عن طريق الضغط على الزرار ده مش لازم طبعا تستناه لحد لما يظهر بالكامل هنا تعالوا بقى نشوف جزء من الفيديو النهائي مع بعض نفترض انك عايز تغير الوجه في الفيديو لأكتر من شخصية مشكلة اداة face fusion ان هي بتغير وجه واحد في المرة الوحدة اعمل كده ازاي ومنتهى البساطة هستخدم الفيديو اللي انا غيرت فيه وجه اسماعيل ياسيم في الخطوة السابقة هشيل ده كده واضغط هنا تاني واختار الفيديو اللي بدلت فيه وجه اسماعيل ياسيم فبفتراض ان احنا عايزين نغير كمان صورة الفنان عبد المنعم ابراهيم بصورة اي شخص اخر هبدل بقى صورة هنيدي ممكن تختار صورتك مثلا بهذا الشكل ومن تحت من reference face هاختار وجه الفنان عبد المنعم ابراهيم فبالتالي قدرت ان انا غير شخصيتين في نفس الفيديو هتأكد طبعا ان انا شلت الاختيار من على frame colorizer لان انا بالفعل لونت الفيديو في الخطوة اللي فاتت فانا عايز اوفر وقت في زمن المعالجة ممكن طبعا اكرر الحركة دي اكتر من مرة مثلا هنا انا عايز اغير وش الشويش عطية بوش الفنان الراحل علاء وليه الدين ايضا ممكن استخدام اداة face vision على جوجل كلاب في تحسين جودة الفيديو وده عن طريق اختيار فيديو من target زي ده مثلا اختار الوجه اللي انا عايز احسنه في الفيديو ثم اضغط على face enhancer واشيل الاختيار من على face swapper ولو اخترت اختيار frame enhancer اللي هو بياخد وقته اطول ممكن من هنا اختار من اكتر من موديل لتحسين الفيديو وبعد ما بخلص بضغط على start طبعا فرق النتيجة ما بين قبل التحسين وبعد التحسين واضح امامنا ممكن كمان استخدم اداة face vision لشان اعمل مزامنة لحركة الشفاه في الفيديو او lip sync لو اخلي الشخصية تتكلم كلام مختلف اضغط على target اختار مثلا فيديو الباراك اوباما عشان خليه اقول كلام مختلف ثم اختار lip syncer face enhancer لو ضغطت على source عن الاختيارين لو انا عايز الشخص يقول كلام مختلف في الفيديو فقط بدون تغيير وجهه اختار ملف m3 فقط لكن لو عايز اغير وجهه كمان في الفيديو يبقى لازم كمان اختار معاه صورة مثلا هاختار صورة الفنان مورجان فريمن ثم open وقير لي ويش اوباما لويش مورجان فريمن ملحظة مهمة جدا حاول بقدر الامكان زمن الفيديو بتاعك يكون قد زمن الملف الصودي ثم في النهاية حضغط على start العادة بعد انتهاء معالجة الفيديو بدوس على الزرار ده علشان احفظه على جهازي تعالوا كده نشوف مثال الفيديو مع بعض اهلا بيكم انا باراك اوباما ودي تجربة مزمنة حركة الشفاء مع الكلام وعمل فيديو دي بفيك بالذكاء الاصطناعي على قناة بسيطة تيوب لو انا عايز اخلي الصورة تتكلم اداة فيس فيوجن ما بتقبلش جير فيديو فانا ممكن اعمل فيديو اضع فيه الصورة بتاعتي سابتة وحاول ان الفيديو ده يكون بنفس زمن الملف الصوتي اهلا بيكم انا محمد هنيدي ودي تجربة مزمنة حركة الشفاء مع الكلام وعمل فيديو دي بفيك بالذكاء الاصطناعي على قناة بسيطة تيوب بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة اتمنى ان انتوا تكونوا استفادتم الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير لان ده بيسعيدني على الاستمرار في تطوير محتوى للافضل واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله